في جملة دايماً أنا بقولها كنا رايحين ببرامج كده بنقول احنا هنعلم الولاد الوطنية لأن الولاد بيعلمون احنا الوطنية بيعلمون احنا حب البلد يكون ازاي حتى أنا كتبت فيما هؤلاء علموني كيف أحبوا مصر الولاد الصغيرين كانوا بيرسموا المقاتل و لابس القبرون هوا دول الأطفال اه طبعاً الولاد كانوا بيرسموا كانوا بيأملوا كانوا بيغنوا لما تقول لهم عايزين طيب تعملوا تبلوست عراضي على الأغاني يقول لك الأغاني الوطنية وهكذا نجح الأمر وتم تشكيل أكتر من ست فرق في جنوب سيناء ونظرهم في شمال سيناء من الأطفال والفرقة تقريباً ما بين كرار وفنون استعراضية وهكذا وإلقاء وجماعات للرسم طبعاً دي بقى حضرتك فين في قرية العور لما جينا بقى يعني شرفتني معالي الوزيرة بالعودة للصعيد دي قرية عوازبة العور في سمالوت عايزة أقول لحضرتك شوف قد إيه القرية بسيطة هذه مدرسة اجتمع فيها في كرار الأطفال المينيا مع أهلينا وأطفالنا في عزبة العور بسمالوت كلنا قاعدين على الأرض وكلنا نشوف المواهب من الأطفال عدد الأطفال قصاد حضرتك تجاوزت 300 طفل تم انتخاف هذا اليوم أكتر من 56 موهبة من الأطفال وكانت ده المشروع ده يوم كام ده يوم عشرة تمانية الصورة دي لسه قرية يعني وإحنا بنعلن بنعلن عن المشروع في الصعيد إحنا طبعاً نجحنا في سيناء أنا قبل ما أدخل قاعدين بقى سيناء نجحنا في هذا المشروع في سيناء وكوننا الفرق ست فرق ست فرق جنوباً ومنظرهم ست فرق شمالاً وطبعاً في فرق بقى تحت التأسيس الزمالي فيما بعد إن شاء الله يكملوها في إنجيلة والنجاح في برع العبد يعني وفي قطية وهذه المواقع تم كمان رفع كفائتها وجهز الافتتاح إن شاء الله وقت ما تأذن بهذا السياسة العامة للوزارة والدولة أيضاً في قصر ثقافة نخل تم تأسيس بعض الفرق أو في فرق تحت التأسيس وفي الحسنة ظهور الحسنة للبنات 25 بنت تحت التأسيس حايز أقول لك الرقم تجاوز الألف رقم صحيح من أطفالنا من شمال وجنوب سيناء انتقلنا بالتجربة إلى الصعيد معالي الوزيرة كلفتني يوم 8-9 كنت يوم 10 بعلن لقيت إن السادة المحافظين ستلوى الزملوت في الوادي عاصمة الثقافة المصري إذا ما حضرك أعلنت ستلوى أسامة القاضي في المينيا ستلوى طارق الفئي في صهاج ستلوى أعصام سعد في أسيوت كلهم متعاونين ورؤساء المدن متعاونين في نجاح المشروع أنا بكلمك عن المحافظات الصعيد التلاتة الكبرى اللي هم المينيا وأسيوت وصهاج تقريباً كل محافظة من 5.5 أو 5.7 مليون نسمة يعني تقريباً 18-17 مليون نسمة إحنا نفسينا طلعنا ألف في ستة شهور من يناير لتلاتين ستة كان كشف حسابنا ألف طفل وطفلة أنا متوقع أن في التلاتة شهور ذو لتمانية تسعة إن شاء الله عشرة هنطلع ألف في كل محافظة إحنا عندنا 5.6 مليون نسمة أو 5.7 مليون نسمة في كل محافظة فبالتأكيد هنطلع الرقم ده البشاير بقى الصورة اللي حضرتك عرضتها للسادة المشاهدين كانت في المينيا في عزبة العور وكنا عادينا على الأرض جميعاً وفي طفل يعني إن شاء الله يتسع الوقت فيما بعد مستضيف للأطفال دي طبعاً طفل عنده موهبة تلقائية يعني فطري بيمسك السلصال وبيمسك الطامي النيل وبيشكل جميع الأشكال الطبيعية اللي ممكن تخطر على بالك فيه لحظات